شو صار اليوم من تماني الصبح لتماني المساء؟ جامعت الحكومة اللبنانية مليار دولار مساعدات بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان بفرنسا من 800 مليون دولار لدعم اللبنانيين و200 مليون لدعم الجيش أكد مئات استعداد الحكومة لنشر 8000 جند لبناني لتطبيق القرار 1701 الصبح كان مستشهد ثلاث عناصر من الجيش اللبناني محمد فرحات ومحمد نزل وموسى مهنة بعد ساعات قليلة من أعراب وزير الدفاع الأمريكي عن قلقه العميق من استهداف إسرائيل للجيش اللبناني محمد فرحات هو نفسه الرائد اللي بيّم بهيدا الفيديو من سنة وشوي بالبقع ارتكب الاحتلال مجزرة بمنطقة الخضر استشهد فيها 7 أشخاص ونصاب 14 بكفار تبنيت بالنبطية نفت جيش الاحتلال 4 غرات قتلت 4 أشخاص وبالحلانية ببعلبك استشهد 5 أشخاص بغارة على بيتهم بحصيلة أولية ببرج ألواي ببنت جبال قتلت غارة مختارة ضيعة مع شخص تاني ومع استمرارها الاعتداءات وصل عدد الناس حين داخلياً لـ 1.4 مليون حزب الله واصل عملياته اليومية من تصدي لمحاولات التسلل واستهداف القواعد العسكرية والمستوطنات والمسيرات والصواريخ لأول مرة أطلق حزب الله 50 صاروخ باتجاه شمال إسرائيل بأقل من دقيقتان وتم استدعاء 23 فرقة إطفاء السيطرة على حريق بمستوطنة كخافي عير الأعلام الإسرائيلي ذكر أنه بآخر 24 ساعة منقتل 5 جنود بجنوب لبنان اشتركوا في القناة